تعالي اقولك على اسهل طريقة لعمل اللحمة المعصجة او اللحمة المفرومة هقولك على كل التفاصيل كل التركات اللي تخليها مظبوطة مليون في المية لو انت اول مرة تعمليها صلى على الرسول ويلا بنا نبدأ اول حاجة معي اجيب صنية او الوك اللي عندي واحط فيه زيت عادي تقدر تحطي سمنة وتقدر تحطي زبدة وبعدين اجيب بصلايا كبيرة او بصلتين كبار وابشرهم نعم او اخرطهم كتا صغيرة وابدأ ان انا اشوحهم وفيه ناس بتحط اللحمة الاول وتشوحها وبعدين تحط البصل فوق تقدر تحطي كده وتقدر تحطي كده تمام انا هنا كان عندي اللحمة مفرزة يبقى حطيت بصلتين وحطيت عليهم مص كيلو من اللحمة المفرومة وابدأ ان انا اقلبهم كويس حد ما لونهم يتغير ويتشمعوا او يتبالوا معي بالشكل ده واول ما يتبالوا كده انزل بكباية من المياه وابدأ اقلبهم كويس عادي وابدأ احط بقى اللحظة دي اختيارية جدا تقدر تحطي فلفل الوان وتقدر تستغني عنه وكمان فيه ناس بتحط فيها تماطم مبشورة وبرضه بتديها تستعالي قوي وهفضل اقلب ومستمرة في التقليب لحد ما كل حاجة تتجنس مع بعضها وكمان مش عايزة الفلفل يكون يتبال خالص ولكن يبقى فيه قرمشة بسيطة كده بتبقى طعمها حلو قوي في اي حشوة تمام تمام هننجي بقى في المرحلة دي وهنحط مكعبين من المرأ وملح وفلفل اسود تمام ونقل كمية الملح عشان انا حط هنا مكعبين من المرأ ممكن تقدر تستغني عنها خالص لكن بتديه طعم حلو قوي تمام تحطي ملح وفلفل اسود لو انت مش حابة مرأة الدجاج تمام تقدر تستغني عنها تماما وطبعا مستمرة في التقليب هي خلاص اقلب بس تقليبتين كده ولو حابة ان انت تغطيها في المرحلة دي بس انا مش هغطيها ومستمرة في التقليب لان انا عايزة الفلفل الوان يكون فلافي كده وكرونشي ويكون حلو مجدابلين ودي كان معايا شايفين طبعا الزيت او السمنة او الزبدة على حسب كمية الدهون اللي في اللحمة المفرومة كل ما بتقلبيها كل ما بتطلع الدهون او الزيوت اللي فيها تمام تمام كده خلصت معايا اجيب بقى طبق التقديم او اي طبق عندك وتقدر تقولي بسم الله ونصلى على الرسول ويلا بينا نشوف الجمال والعظم شايفين ما شاء الله كل حاجة طمع حلو وكمان شكلها حلو وتقدر بقى تعصاج بيها جلاج باللحمة المفرومة بيبقى روعة بشامل اي حاجة لزانيا تقدر تحشي بيها سامبوسك اي حاجة انت حباها تقدر تحشي بيها فهي دي بقى اللحمة المعصاجة السهلة وبسيطة واي حد يقدر يعملها وبس كده دي كانت وصفتي النهاردة لايك وشير ودعو بالخير وباي باي ترجمة نانسي قنقر